صباح الخير عليكم او مساء الخير حسب كل واحد وبلده هنحضر مع بعض اطعم وافخم شوكولاتة ممكن تاكلوها فعلا شوكولاتة يعني فاخرة احلى من اللي بتتجيب من بره بمراحل يعني انا دقت من اكبر محلات كان نفس الطعم ده ويعني استغربت ان انا ممكن اعملها في البيت وتكون صحية كمان لان انا عارفة المكونات اللي انا بستخدمها وصفة الشوكولاتة بتاعتنا النهاردة للكيتو لو كارب كمان ازاي مريد السكر ممكن ياكل منها اقول لكم على الكميات وعلى شوية من المعلومات الحلوة سهلة جدا في التحضير مش هتاخد في تحضيرها غير دقيقتين فاكيد ما تنسوش اللايك تشتركوا معايا في القناة ويلا فينا اول حاجة انا هستخدم مجموعة من المكسرات المشكلة استخدمت خمسة وعشرين جرام من الجوز او عين الجمل وخمسة وعشرين جرام من اللوز وكمان خمسة وعشرين جرام من البندق اللي هو طبعا يعني مخلي جاهز على طول ممكن تستخدموا نوع واحد بس من المكسرات في الوصفة ممكن تعملوا الميكس انا هقرشح لكم الميكس بيكون رائع جدا هاخد الكوليكشن ده كله كده مع بعضه هحطه في كيس وحضربه ضربة وسيطة انا مش عاوزة احطه بقى في ميكسر ولا عاوزة احطه في اي حاجة تخلهولي ان هو يبقى ناعم انا عاوزة المكسرات بقى كبيرة وحجمها كبير بس هديها ضربة بسيطة زي ما انتوا شايفين علشان بعد كده بعد ما الشوكولاتة تخلص يبقى تبان معانا في الشوكولاتة ما تبقى الشبه البودر وكمان هتقرمش بقى معانا وتلاقوا حاجة كده بتقرمش في سنانكم صراحة روعة جدا الوصفة دي هستخدم لها للشوكولاتة بتاعتي واحد كباية من زبدة الفول السوداني الغير محلية خلي بالكم لان فينا وعيات بيبقى فيه اضافة لها سكر انا هجيبها غير محلية لازم تقروا كويس جدا على العلبة بيبقى مكتوب عليها ان هي بدون اضافة اي سكر وحاستخدم ميت جرام من الشوكولاتة الدارك انا جايبها تسعين في المية لو انا عايزيها دارك وممكن ما لقيتش اللي هي تسعين في المية لازم اجيبها اللي هي برضو تكون غير محلية لان برضو فيه نوعيات شوكولاتة دارك ضيفين لها سكر فيه اتعمد ان انا اجيب شوكولاتة دارك وما يكونش متضاف لها اي سكر استخدمت ميت جرام طبعا انا كنت مسخنة زبدة الفول السوداني يعني جبت زبدة الفول السوداني كوباية حطيتها في المايكرويف خليتها ان هي تبقى سايحة كده وتكون سخنة فلما احط الشوكولاتة عليها مش هحتاج ان انا عامل بقى حمام بخار ولا هحتاج ان انا حطلها تاني مثلا في المايكرويف هي هتسيح مع نفسها بس ان انا بس اضمن ان انا قلبها كويس جدا هفضل اقلبها مع بعض لغاية ما الشوكولاتة تسيح بعد كده عندي اختيارين الاختيار الاول ان انا هحط ربع كوباية من سكر التحلية استخدموا بقى النوع المتاح لكم يعني لو انا مثلا كيتو فطبعا بيبقى فيه انواع معينة ممكن استيفيا فيه كمان اريتريول ففيه انواع معينة لو مش عاوزة حط المحلة ده يعني انا جربتها مرة من غير ما حط سكر التحلية كان طعمها رائع جدا بالنسبة لي ما كانش فيه اي مشكلة فالتحلية دي هتكون اختياريا للناس اللي بتحب الحاجة تكون مسكرة شوية وزي ما انتو شايفين الشوكولاتة شكلها عامل ازاي كانها شوكولاتة صافي طبعا زي بتلفول السوداني نقوم الغذائية عالية يعني ممكن نعمل الوصفة دي لأولادنا هتكون جميلة جدا هياخد بقى المكونين هحطهم على بعض زي ما انتو شايفين ويه هقلب تقليبها كده انتو هتحسوا ان الصوس الشوكولاتة تحسوا ان هو قليل على شوية المكسرات دول لكن هو لما نقلب دلوقتي هتلاقون يعني كله بقى ميكس كده مع بعضه ميكس حلو جدا هقلب بس تقليبها كويسة وبعدين بقى هجيب اللي انا استخدمت اللي هي الكوب اللي هي بتعمل فيها الكوب كيك اللي هي الورق دي انتو ممكن تحطوها في اي قالب على فكرة ممكن تحطوها مسلا في قالب مربع ممكن تحطوها في اي قالب يعجبكم بس انا استخدمت دي علشان تكون معانا سهلة بعد كده لما نيجي نطلحها انا حطيتها في قالب الكوب كيك وكمان حطيت اللي هي الاوالب دية اللي انتو شايفينها الورق علشان بعد كده يبقى سهل علينا نخرجها انا هحط مقدار معلقة في كل واحدة معلقة واحدة بس يعني معلقة كبيرة كده حلوة هي هتكون هتشكل معانا قطعة شوكولاتة حلوة كبيرة يعني هتشبعوا منها حلوة جدا بعد ما وزع بقى الكمية كلها انا الكمية طلعت معايا عشر وحدات ويعني حوالي معلقة معلقة وربع من الكبار عملوا معايا عشر وحدات هتشوفوا دلوقتي بعد ما تطلع شكلها هيبقى عامل ازاي وبعدين حبدأ احطها بقى في التلاجة مسلا لمدة ساعة او ساعتين انا حطيتها عشان تخلص بسرعة حطيتها في الفريزر ما خدتش تقريبا ربع ساعة بالضبط وبقيت معايا جهزة لو انا مش مستعجل عليها ممكن اسيبها بقى في التلاجة اه ساعة ساعتين تلاتة عادي ما فيش مشكلة المهم ان احنا نحس ان هي بقيت متماسكة معنا زي ما انتو شايفين هي كده بقيت جهزة طلعتها متماسكة جدا حاجة رائعة جدا جدا من احلى الوصفات التحليات اللي هي الصحية انتو عارفين ان انا في القناة ما بحبش يعني اعمل وصفات حاجات حلوة كتير علشان انتو ممكن تاكلوا منها بكميات كتيرة فكل فترة بعملكم حاجة تكون بس مميزة وطبعا الكيتو يقدر يستخدمها بامان جدا هنقول دلوقتي طبعا زي ما انتو شايفين متماسكة شايفين المكسرات من جوه شكلها عامل ازاي طعمها والله بجد خرافي جدا جدا لو انا مريدة سكر ممكن اكل لي نص قطعة من ديت لان على فكرة بعد ما عملتها لقيتها ان هي كبيرة يعني انا اخدت الوحدة مع كوباية شاي او مثلا كوباية قهوة حسيت ان هي كبيرة يعني هتنها كلها ونشبع منها فممكن لو انا مريدة سكر اقسمها على اتنين وعلى فكرة انا لو اكلتها كلها هي مش هيبقى فيها ضرر بس برضو تخفيفا عن اي ضرر انا ممكن استخدمها على نصين وابدأ اكل مسلا نص كده مع كوباية شاي طعمها خرافي جدا جدا طبعا لو انا كيتو فهي واحدة بس هتكون كافية جدا معايا انا هحط لكم طبعا كل المكرز كله في صندوق الوصف كل المعلومات اللي انتم محتاجينها شايفين اصلا شيء جدا يعني انا لو جاي لديوف ممكن ان انا اعمل منها مسلا على كل فرض ياخد قطعة تكون جميلة جدا ممكن اخدها كهدية يعني تشوفوا في اخر الحلقة انا حطها في علبة ممكن ان انا لو راح اي مكان اخدها معايا كهدية ودلوقتي انا هفتح واحدة معاكم علشان تشوفوا يعني شكلها عامل ازاي من جوة المنكسرات بقى واضحة وكبيرة زي ما انا قلت شكلها واضح وجميل وكمان طعمها واضح وكمان بقى ايه هتقرمش معاكم حاجة والله العظيم خرافية جدا لازم تجربوها لاطفالكم طبعا كمية المنكسرات الدهون الصحية طب انا عاوز اقول لكم حاجة ان يعني هي مقوانتها كلها صحية اولا مجموعة المنكسرات اللي انا حطها كلها هي مش مملحة انا جايبها مش مملحة وبس محمصة ممكن تحمصيها انت في البيت جبيها عادي ناية وتحمصيها فكده ضمننا ان احنا عندنا مجموعة من المنكسرات المفيدة لكلها اوميجسري وكلها فيتامينات حلوة جدا للاطفال وللزاكرة والناس اللي بتذاكر والكلام ده كله واستخدمنا زبدة الفول السوداني اللي هي برضو قيمة غزائية عالية جدا آآ واستخدمنا طبعا الشوكولاتة الدارك معروفة ان هي صحية وحلوة جدا للقلب ومفيدة حتى لو مريض سكر يقدر ياكل منها لكن زي ما قلت لكم لازم نجيبها غير محلاء فكل المكونات بتاعتها صحية تقريبا القطع الواحدة هتعمل حوالي مية وستين سعر حراري زي ما قلت لكم هاساب لكم كل المعلومات اللي انتوا عاوزينها الدهون قد ايه القرب قد ايه والكلام دوت في آآ صندوق الوصف تقدروا تشوفوها شايفين شكلها والشياكة والله العظيم قمة يعني فاخرة جدا جدا آآ انا عن نفسي مش هبطل ان انا اعملها لان هي فعلا عجبتني ولكن احنا بنأكل قطع واحدة فقط حتى لو اي نظام مش شرطة الناس اللي هم ابتوع الكيت وهي قطع واحدة بس فلما حس كمان ان انا عايز ايأكل حاجة مسكرة يعني انا هعملها حطاها في علبة في الت زلاجة ولما حس ان انا عاوز ايكل حاجة حلوة او في اليوم المفتوح اخذ لي واحدة مش هنأكل منها بقطرة لاني تعتبر سعراتها الحرارية عالية انا قلت لكم هي صحية ولكن سعراتها الحرارية عالية وزي ما انتم شايفين كده ممكن تحطوها في علبة وتاخدوها كهدية آآ حلوة جدا اكيد ما تنسوش تعملوا لايك تشتركن معايا في القناة وحافظ الله